وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى هذا البرنامج الذي يطل عليكم من خلال شاشة قناة عدن الفوائية نتناول فيها بعض المسائل المهمة التي تهم المسلم في دينه ودنياه حتى نزيل الإشكال ويستوضح الأمر عند الإنسان نضع هذه الأسئلة بين يدي علماء أجل لا يجيبون عن أسئلتكم واستفساراتكم مشاهدي الكرام في بداية اللقاء دعونا نتعرف على ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة فضلة الشيخ محمد علي بن راجع فأهلا وسهلا بكم شيخ محمد حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام ووفقنا الله وإياكم إلى كل خير أجل المشاهدين من أراد التواصل معنا في طرح سؤاله على ضيفنا ليتسنى له الإجابة عن هذا السؤال والاستفسار ما عليكم إلا التواصل معنا عبر الواتساب الذي سيظهر لكم أسفل الشاشة ونحن نرحب بهذه الأسئلة لنضعها على ضيفنا وفي بداية هذا اللقاء ونستهل هذه الحلقة نتذكر عن قيمة عظيمة من القيم والأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام ورغب في ذلك وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهي قيمة الإحسان قيمة البذل قيمة العطاء الذي يستشعرها المسلم في حياته فيجد اللذة والطمأنينة والراحة قيمتنا في هذه الحلقة ستكلم عن قيمة الإحسان عن قيمة العطاء دعونا نستمع نحن وإياكم من ضيفنا ليعرف لنا ويتكلم حول هذه القيمة شيخ محمد أجد الترحيب كمرة أخرى حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام كما استمعتم شيخ محمد إلى هذه القيمة العظيمة في حياة المسلم فماذا يمكن أن نقول في بداية اللقاء الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد لا شك ولا ريب أن الإحسان من أعلى وأرقى مراتب الدين فمراتب الدين تنقسم إلى ثلاثة أقسام الإيمان وأعلاها الإسلام والإيمان وأعلاها الإحسان وهذه مذكورة في حديث جبريل المشهور الذي جاء في الحديث الصحاح والله سبحانه وتعالى كما أمر وشرع هذا الدين وهذا الإسلام وشرع وبيّن أحكام الإيمان كذلك أيضا خص الإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأمر به بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُ الآية والله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان في كثير من العبادات وقد قال العلماء الإحسان معناه الإتقان من حيث اللغة والإحسان إن كان يتعلق بالعبادة فمعناه الإتيان بالعبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى بكل إتقان وإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يتعلق بالخلق فإنه يقوم على اللطف والرحمة والرأفة والرحمة والتواصل بين الناس والله سبحانه وتعالى جعل الإحسان حتى في حق الحيوانات كما جاء في حديثه شداد بن أوس في صحيح مسلم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فقوله كتب الإحسان أي شرع الإحسان وأمر به في كل شيء سواء كان يتعلق بالعبادات أو يتعلق بالمعاملات أو يتعلق حتى مع الحيوان وحتى مع غير المسلمين أيضا ينبغي على الإنسان أن يتعامل مع الخلق عموما بعد الله سبحانه وتعالى بأعلى مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان أحسن الله عليكم الشيخ محمد في هذه القيمة العظيمة قيمة الإحسان البعض قد يقول أنا أريد أن أبذل أريد أن أعطي أريد أن أكون محسنا إلى الآخرين لكن أنا ليس لدي الأموال الطائلة والثروات العالية فهل يمكن أن أشارك ولو باليسير فأدخل في هذه القيمة العظيمة أولا الإحسان ليس مقتصرا على العطاء ولا على المال ولا على تبادل المصالح والأخذ والرد كلا هذا نوع من أنواع الإحسان لكن هناك أنواع كثيرة من الإحسان أنت إذا أحسنت في عبادتك لربك بلغت الإحسان إذا أحسنت المعاملة مع الوالدين بلغت الإحسان مع الزوجة والأبناء بلغت الإحسان مع الخلق بلغت الإحسان يعني الله عز وجل لما قال وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لاحظ يعني الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالحديث مع الناس يعني وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِيْهِيَ أَحْسَنًا إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ يعني الله سبحانه وتعالى قال وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنًا بمعنى أن الإحسان شامل وبمعنى أنك أيضا إذا طرقت باب الإحسان فيما يتعلق بالعطاء وفيما يتعلق بالتصدق بلغت ذلك لأنك دفعت ما بوسعك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتها فبالشيء اليسير تبلغ الإحسان بقدر بذل طاقتك ووسعك وما لديك وبمعنى أيضا وبمعنى أشمل أن المجال مفتوح ولله الحمد وليس بالأمر الضيق وليس مقتصرا على العطاء أو على المال نعم أحسن الله عليكم الشيخ محمد على هذا الإضاح استاذنك في أخذ اتصال معنا الأخ علي السلام عليكم عليكم السلام حياك الله أخي تفضل بسؤالك رحيك سؤال الأولى المرأة إذا كانت حامل في رمضان أفطرت هل عليها القضاء أم عليها الكفارة طيب في سؤال آخر نعم وسؤال الثاني في الصلاة المصلي في القيام يعني الرفع من القيام الرفع من الركوع يضع يدها أم يسبل أم كيف الطريق طيب طيب في سؤال آخر لا شكرا شكرا لك أخي علي الشيخ محمد الأخ علي سأل سؤال المرأة الحامل في رمضان إذا أفطرت هل عليه القضاء أم الكفارة أولا لا بد على الصائم أن يعرف الأحكام المتعلقة بالرخص والله تعالى ذكر لنا قسما من الرخص وهذه الرخص جاءت في القرآن وجاءت في السنة أيضا يعني الله عز وجل جعل الرخص على أقسام جعل الرخص منصوص عليها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هنا رخصة لمن كان مريضا ولمن كان على سفر ويكون هذا المرض أو هذا السفر يشق عليه والمرض إما المرض على قسمين مرض دائم وهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين ومرض مؤقت متى ما برأ وجب عليه القضاء ثم أيضا المريض على قسمين إما أن المرض يطول وإما أن المرض وإما أن الصوم يتعبه ففي هذه الحالة يفطر ويقضي من أيام أخر كذلك المسافر كذلك الحامل والمرضع إذا كانت الحامل والمرضع تعجز عن الصوم ويشق عليها مشقة يضر بنفسها وبجنينها أو بأحدهما أو بهما معا جاز لها الإفطار وأن تقضي من يوم آخر كذلك أيضا يعني من الرخص أيضا رخص كثيرة منها أيضا أن الله سبحانه وتعالى أجاز للمسافر أن يفطر إذا كان الفطر يعني يمرضه يعني مثلا لو أن الصائمين وهم مقيمون ليسوا مسافرين ولا أمراض ثم حصل لبعض هؤلاء الصائمين جوع يهلكه أو ضمأ يهلكه في هذه الحالة يجوز له أن يفطر ويقضي من أيام أخر كما يحدث في بعض البلدان أن الصوم يستمر إلى 20 ساعة و 18 ساعة أو نحو ذلك وربما إن صام تلف وهلك في هذه الحالة يجوز له في ذلك اليوم الذي يعاني منه الهلاك أو يخاف على نفسه منه الهلاك يجوز له أن يفطر وأن يقضي من أيام أخر إذن فالرخص هي كثيرة ولله الحمد ومتى ما وجدت المشقة فإنها تجلب التيسير وهذه رحمة من الله والله أعلم أحسن الله عليكم الشيخ محمد أستاذك في أخذ التصال معنا الأخ محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الأخي محمد فضل بسؤالك حياك الله عندي تؤالة تفسير في العلم فضل شك في المنام طيب لا أنت أخ محمد أنت تسأل عن أن هناك حلم أو رؤية رأيتها وتحتاج أن الشيخ فأسسلك إياها نعم هو البرنامج ليس متعلقا بالتفسير للرؤى والأحكام لكن إن شاء الله يعني في لقاءات أخرى ربما تجد بعض البرنامج تخص في ذلك فشكرا لك أخي محمد يلا الله شيخ يعني نحن ممكن نستفيد من سؤالك محمد هل هناك ذوابط معينة في التفسير والرؤى أولا الرؤى أنا لست من أهلها عموما ثانيا الرؤى عبارة عن حدس وتخمين تصيب وتخيب والمطلوب من المسلم ألا يسأل إلا عن أمور دينه أما الرؤى فإنها تصيب وتخيب ولهذا نلاحظ أنه كثير من المستفتين يسأل عن الرؤى يخسل عن الأحكام الشرعية التي تقربك إلى الله تفقه في الدين من يريد الله بي خيرا يفقه في الدين فمثل هذه البرامج الدعوية ينبغي أن تشغل ببيان الأحكام الشرعية لا بمجرد الرؤى والله أعلم طيب أحسن الله لك شيخ محمد الأخ علي أيضاً في سؤال الثاني سأل عن وهو سؤال متعلق في الصلاة بعد الرفع من الركوع هل تعيد اليدين إلى الضم أم إلى الإسبال بالنسبة لضم اليدين بعد الركوع ليس فيها حديث صحيح صريح وإنما فيها استنباطات من العلماء وفهم وقد استدلوا في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الركوع قال حتى عاد كل عضو إلى موضعه فذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى جواز الضم بعد الركوع وهذا استنباط من الإمام أحمد ورواية أخرى يرى الإرسال بعد الركوع وأما الآئمة الثلاثة الذين هم أبو حنيفة وكذلك الشافعي ومالك وجمهور العلماء فإنهم يرون الإرسال بعد الركوع وهذا هو الصحيح وفسروا الحديث في قوله حتى عاد كل عضو إلى موضعه قالوا هذا محمول على ما قبل إلى ما قبل تكبيرة الإحرام فإن تكبيرة الإحرام كان مرسلاً ليده وعلى كل حال هذه مسألة اجتهادية والراجح هو إرسال اليدين وهو مذهب الجمهور والله أعلم بعد الركوع طبعاً أحسن الله شيخ محمد سيدك في اختصال معنا الأخ علاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف الحالة سيد محمد حياك الله أخي علاء وتفضل بسؤالك السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله بركاته مرحباً بكم الله يتغبل منكم يعطيكم العافية شيخ عندي سؤال شيخ الدهب الملبوس هل عليه الزكاة؟ وهل يعني هذا الدهب ما يلتبس بالمناسبات يعني بعد ثلاثة أشهور بعد أربعة أشهور هل هذا عليه الزكاة في زكاة الدهب؟ طيب في سؤال آخر يعطيك العافية شكراً لك أخي على الشيخ محمد عبر واتساب للبرنامج الأخت أم مروان تسأل تقول هل تفطر المرأة إذا نزل لها دم مختلط بإفرازات بيضة؟ أم تواصل الصيام لحين رؤية دم الحيض المعتاد رؤيتها؟ أولاً ينبغي على المرأة أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة والحيض معروف بعلامات تقلصات الرحم وميلانه إلى السواد ورائحة هنتنا ويعني أيامه المحدودة المحصورة هذه كلها علامات تدل على أن هذا حيض ما عدا ذلك فهو استحاضة ولا يدخل في أحكام الحيض فإذا تبين لديها بأن علامات الحيض واردة كما قلنا المدة وكذلك أيضاً اللون وكذلك أيضاً الريح المنتن فإذا حصلت هذه الأشياء أو بعضها فمعنى أن هذا حيض وتأخذ أحكام الحيض إذا لم يتحقق منها شيء وكان دم جراح وهو الاستحاضة فإنها تصوم وكذلك تصلي وكذلك يأتيها زوجها وإذا صلت أيضاً لا بأس أن تلبس الحفاظة من أجل أن لا ينزل خصوصاً إذا ذهبت إلى المسجد وإذا كان الحيض دائماً فإنها تتوضى لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش لما حاضت وطال حيضها والحديث في الصحيحين نعم أحسن الله عليكم الأخ على سأل في سؤاله الذهب الملبوس هل عليه زكاة ثم قال أن الذهب هذا لا يلبس إلا في المناسبات كل أربع إلى خمسة شهر كلام أهل العلم حول الذهب الملبوس قولان للعلماء منهم من يقول يتجب فيه الزكاة ومنهم من يقول لا تجب فيه الزكاة والراجح من أقوال أهل العلم القول الأول بأنه تجب فيه الزكاة وقد ذكرنا ما جاء في مسند أحمد في حديث لعائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب يعني سواران من ذهب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته قالت لا قال أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار فألقتهما وذهبت وهذا دليل واضح على أن الذهب الملبوس إذا بلغ النصاب وحال عليها الحول كما لا يخفى على المستمعين والمشاهدين فتجب فيه الزكاة وهو الأبرأ للذمة وهو الأصح والله أعلم الشيخ محمد الساذنك في أحد الفاصل أعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم ومع ضيفنا الشيخ محمد علي بن راجح للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم لا تذهبوا بعيدا نلتقيكم بعد الفاصل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أسعد الله وقاتكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل ونجد الترحيب كذلك في ضيفنا الشيخ محمد علي بن راجح أهلا وسهلا بكم حياكم الله مرحبا بكم أستاذ فضيتكم في أخذ اتصال معنا الأخ سميح السلام عليكم وعليكم السلام حياك الأخي سميح وتفضل بسؤالك السلام عليكم أستاذ محمد أنت هو الشيخ بالراجح لكم السلام وإصلاح بركاته شيخي عندي سؤال التعلق في مبلغ السؤال هو عبارة عن أنا شخص أعطيت شخص بالعملة الأقنبية قبل فترة يعني مبلغ وقدره فلما بعد فترة مدة سنة هو أستلمها بالعملة الأقنبية وبعدها صرفها بالعملة المحلية مبلغ وقدره بعد سنة تغير تغير الصرف وتغير كل شيء يرجح لي بالمبلغ اللي أستلمه قبل سنة بالعملة بالعملة المحلية بالعملة المحلية فالمحلية صارت أقل مثلا أو أكثر أنا صرت يعني أنا صرت عندي المبلغ أقل العملة الأقنبية نعم فهنا السؤال كيف كيف يعني نحل هذه الغضية بأن يعني في حالة أن الصرف نقص أو زاد وهو بغير يرجح لي بالعملة أنا أبغاها بالعملة الأقنبية بلفس بيرجح لي بالعملة الأقنبية صارت يعني ناقصة عن المبلغ اللي أنا حولتها واضح في سؤال آخر لا تسلم شكرا لك أخي سميح الشيخ يسأل أحدهم عبر واتساب البرنامج يعني يقول كيف يمكن للأب أن يعدل بين أبنائه في الهبة بالنسبة للعدل بين الأبناء وبين الزوجات واجب وفرض على كل زوج وعلى كل أب وعلى كل أم لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم وفي هذه الحالة سواء في العطية أو إذا استووا يجب فيه العدل والتساوم حتى الذكور والنساء لا الذكور والإناث سواء يعني إذا أعطى هذه عطية يعطي الجميع عطية الجميع على السواء وفي حالة واحدة لا يلزمه العدل إذا اختلفت حاجتهم اختلفت حاجتهم كيف يعني واحد مريض يحتاج إلى علاج أو واحد مسافر يحتاج إلى مصاريف السفر أو واحد يدرس يحتاج إلى معونة الدراسة في هذه الحالة اختلفت الحاجة فلما اختلفت الحاجة يجوز أن تخص هذا بسبب حاجته لكن إذا استووا في الحال سواء في الهبة أو في العطية أو في أي شيء يجب على الأب وعلى الأم وعلى الزوج أن يعطي ابنه وبنته وكذلك الزوج يعطي زوجاته الجميع على حد سواء اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لو أعطى شيخ مثلا أحد زوجاته أو أحد ابنائه هل بالضرورة أن يخبر أولاده الباقين أو زوجاته للباقيات أصلا هو مطالب من الله أنه يعدل بينهم سواء علموا أو لم يعلموا فلا يقول والله أنا أعطي فلانا وأخبي عن الجماعة الآخرين عن أبنائي الآخرين بهذه الحالة بهذه الصورة أنت ظالم في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير سبب الحديث أن أبا النعمان أعطاه عطية ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل ولدك أعطيتهم أو وهبتهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم ثم قال لا تشهدني على جور في رواية على ظلم ثم أمره فرد تلك العطية فبلا شك إذا استووا سواء أخبرتهم أو لم تخبرهم يجب عليك أن تعدل والله أعلم أحسن الله عليكم شيخ محمد الأخ السميح سأل سؤال وهذه من الإشكاليات التي تحصل كثيرا في بلادنا ويسأل عنها كثير من الناس أنهم يعطون شخصا مبلغا بالعملة الأجنبية ثم هو يصرفها بالعملة المحلية ثم إذا جاء وقت السداد يكون هناك فارق السعر ويكون هناك المبلغ مرتفع كيف يمكن أن نحل مثل هذه الإشكال وكما هو مطلب الأخ سميح كيف يمكن نحل هذه المشكلة أولا ينبغي أن ننظر لهذه المسألة اقتراض لمسألة العمولات الأجنبية أو المحلية أو الذهب أو الفضة يجب عليكم جميعا أن تتفقوا على أن يكون بنفس العملة بنفس العملة التي أخذ سعودي بسعودي التي أخذها في نفس العملة التي أخذها نعم يجب أن تتفقوا على هذه المسألة قطعا للخلاف أو الذهب عيار 21 21 نعم كما قلنا على حد سواء يجب أن تتفقوا على أن أن ترد كما أخذت سواء بسواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم الحديث في الصحيحين نعم هذه مسألة المسألة الثانية إذا لم تكونوا قد اتفقتم على هذه النقطة ففي هذه الحالة الشيء الذي الذي أعطيته هو يرده بعينه أنت أعطيته السعودي يرد لك سعودي أعطيته يمني يرد لك يمني أعطيته دولار دولار أعطيته جرامات ذهب يعطيك جرامات ذهب وهكذا قطعا لدابر المشكلة والخلاف والله أعلم أحسن الله عليكم على هذا الإضاحة شيخ الأخ أبو البرة يسأل يقول هل يصح للشخص أو للمصلي منفردا صات التراوية أن يرفع صوته بالقراءة بالنسبة للجهر والإسرار عموما هذه سنة هذه سنة يعني لك أن تجهر ولك أن تسر والمسألة فيها سعوة لله الحمد ولا حرج في ذلك نعم شيخ في موضوع قيمة الإحسان لتقيمنا عنها في بداية الحلقة بعضهم قد لا يجدوا مالا أو قد لا يجدوا في مساعدة الناس وكذا لكنه يكف أذى عن الناس هل هذه أيضا من الإحسان إلى الناس بالنسبة لكف الأذى من القربات والطاعات لله عز وجل وأنت مأجور على ذلك لكن لا يصل إلى درجة المحسن الذي يعطي لأن الإحسان في الغالب يترتب على العطاء ويترتب على الأخلاق والتصرفات فكفك للأذى ليس من الإحسان بقدر ما هو كف عن الأذى وتؤجر عليه لكن إذا نويت ذلك كتب الله لك الأجر فإن رحمة الله واسعة وعطاء الله جزيل والله يعطي على العمل القليل واليسير الأجر الكثير والثواب الجزيل والله أعلم أحسن الله عليكم شيخ محمد الأخ بوركان يسال يقول هل عند انتهاء مدة المسعى الخفين تبطل الطهارة أم لابد من انتقاض الوضوء حتى يبطل المسعى كثير من الناس يجهلون مسألة إذا عرفوها زالت عندهم جميع الإشكالات أولا متى يبدأ المسح ومتى ينتهي جوابا على هذا نقول إنما يبدأ المسح ليس باللبس وإنما بأول مسحة يعني مثلا أنت صليت الفجر ولبست الشراب أو الخف وبقيت على هذا الحال إلى الظهر الظهر توضأت ثم مسحت هنا المعمول به شرعا أول مسحة وليس عند اللبس وليس عند اللبس في أرجح قولي العلماء على خلاف بين الفقهاء نعم طيب متى ينتهي المسح طيب بقيت على أساس أنه اليوم الثاني متى في الظهر صح ينتهي نعم طيب اليوم الثاني قبل الظهر رحت توضأت ومسحت قبل الظهر بدقيقة بساعة بنص ساعة ثم انتهى وقت المسح وأنت على وضوء تبقى على وضوءك إلى العصر يعني هنا أنت لبست ليس يوما وليلة بل أكثر لأنك لبست اليوم الأول عند صلاة الفجر نعم ثم بدأت بأول مسحة في الظهر ثم جاء اليوم الثاني في الظهر قبيل الظهر مسحت وبقيت على هذا الوضوء حتى صليت به العصر نعم وبقيت على هذه الخف إلى المغرب إذن فأول ما يحسب هو أول مسحة وليس مجرد لبس الخف وينتهي وقت المسح ليس بانتهاء الوقت وقت المسح نفسه لا وإنما بانتهاء الوضوء فإذا انتهى الوضوء قبل أن ينتهي وقت المسح فلك أن تبقى به وتصلي الصلاة التي بعدها وأنت على ذلك الوضوء كما ذكرنا ما لو انتهى في وقته على الظهر وأنت قبل الظهر توضأت وبقيت على هذا الوضوء إلى العصر ثم صليت به العصر جازة ذلك نعم أحسن الله عليكم شيخ محمد استأذنك في أخذ اتصال معنا الأخ خالد السلام عليكم الأخ خالد معنا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله شيخ كم حالات أحياك الله أخي خالد الشيخ اسمعك تفضل لا الله أحياك الله أقول أنا عندي سؤال كلهم داخلة رسيبة كذا بالنسبة للحديث النية صلى الله لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد الحديث المعروف نعم لكن نحن عندنا في عدم بعض المساجد شدي لير رحال كل المناطق يعني حجة أنها يعني خاصة في رمضان اللي هي اعتكاف الاعتكاف نعم الاعتكاف بسجر ثلاث يعني مشكل يعني مش عارف طيب واضح السؤال هل هناك سؤال آخر الله حضر شكرا لك أخي خالد شيخ الأخ خالد سأل سؤال وهو حديث النبي عليه السلام لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد يقول في عدن أنه في بعض الشباب يأتون من مناطق شتى ومحافظات عدة إلى مسجد معين أو فهل هذا يدخلون للاعتكاف في هذا المسجد وحياء العشر في هذا المسجد هل هذا له مستند شرعي أم هناك مخالفة بالنسبة أولا لابد أن تفهم مراد الحديث حديث بهريرة في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة وهو الحرم ومسجد هذا يعني المسجد النبوي والمسجد الأقصى حديث في الصحيحين لكن في نفس ما يفهمش إيش مقصود الحديث مقصود الحديث ألا تشد الرحال لقصد قداسة المسجد وتخصيصه دون المساجد إلا لهذه الثلاثة الأشياء بينما لو أردت أن تشد الرحل لطلب العلم أو أردت أن تشد الرحل لقصد أن تذهب لتعتكف عند مجموعة عندهم حلقات وعندهم علم وعندهم خير وعندهم خدمة لهذا المعتكف ومنافع لهذا المعتكف ونصائح ولقاءات وكذا فيكون هذا من باب شد الرحيل إما للعلم وإما بارك الله فيكم لقضاء مدة للاعتكاف ونحو ذلك وليس المقصود لذات المسجد أما لذات المسجد تصير بدعة لكن نحن هنا نذهب إلى هذه الثلاثة المساجد لماذا؟ لقداستها ولكثرة الأجر فيها دون سائر مساجد المسلمين يعني الصلاة في المسجد الحرام خير من مائة ألف صلاة نعم والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى خير من خمسمائة صلاة فهنا فهنا عندما نذهب لهذه المساجد ليس لقداست المسجد ذاته بمعنى أن الحجار والمبنى لا نظراً لما فيه من الأجر لما يترتب فيه من الأجر في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى لما فيها من الأجر وليس المقصود البنيان أو الحجار أو الرخام أو البلاط لا فلقداسة هذا المكان لما فيه من الأجر والثواب فبقية مساجد المسلمين من شد الرحال لقداسة المسجد نفسه وقع في بدعة ومن ذلك شد الرحيل للقبور والمزارات والقباب والخرافات هذه كلها من البدع ومن شد الرحيل إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أما أن تشد الرحيل إلى مسجد لطلب العلم أو للاعتكاف والخدمة هناك أو للقاء الإخوان أو لحضور المحاضرات أو الندوات أو نحو ذلك أو لأنك تعلم أن الإمام يتقن القراءة أو جميل الصوت يعينك على الخشوع ونحو ذلك فهذا ليس من شد الرحيل المنهي عنه بل هو لحاجة غير هذه التي عينها الشرع بالنهي والله أعلم أحسن الله لكم شيخ محمد السلام يا أخي صال معنا الأخ عبد الواحد سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي وتفضل بسؤالك لدي سؤالا أشهر الله تعالى تفضل السؤال الأول أولا لدينا مشروع نياه مبني في منطقة ريفية طبعا هو مبني على مصاهمات أهلية لكن لديها في البنك رطيف هل يلزم إخراج عليه ذكاة؟ طيب سؤال الثاني سؤال الثاني بما أن في الشهر الفضيح شهر رمضان أحيانا صراحة التراويح الإمام يخطط المقرأة وإحيانا في سنة الواتر هل أنزمني أني أقرأ الفاتحة بعد كل بعد في كل ركعة بعد جمعي السأمين؟ طيب سؤال واضح في سؤال آخر؟ حافظكم الله شكرا لك أخي عبد الواحد شيخ يعني أنا برجع شوي إلى السؤال الاعتكاف تجد بعض أئمة المسايد إذا جاءت العشر ربما يتركون مساقدهم ويذهبون كما تفضلت إلى هذه المساقد التي يكثر فيها إما قراءة الإمام وإما الحلقات وإما الجانب الدعوي هل فعل هؤلاء أن يتركون مساقدهم ويذهبون لهذه المساقد؟ هل هذا يعني من توجيه معين؟ هذا في تفصيل إذا كانوا يتركون مساجدهم وهناك من يسد الخلل ويصلي بالناس بدلا عنهم فالمسألة فيها سعى لا حرج في ذلك لكن لو أنهم ذهبوا وتركوا مساجدهم وتركوا الخير الذي هم فيه فيكونون بذلك مفرطين ومخطئين ومخالفين الأولى فالمطلوب ألا تضيع مسجدك لما في ذلك من المصلحة والمنفعة والخير والآجر والثواب ونحو ذلك لكن إذا وجدت من يخلفك فلا حرج إن شاء الله المسألة فيها سعى بهذا الشرط أحسر لكم شيخ محمد الأخ عبد الواحد سأل سؤالين السؤال الأول أن عندهم مشروع في منطقة ريفية وهذا المشروع عبارة عن مشروع مياه وهي مساهمات الأهالي لكن هذا المبلغ موجود في البنك هل على المال الموجود في البنك في هذه الحالة رصيء زكا هناك قاعدة شرعية المال العام والمال الوقف والمال الصدق الجارية ونحو ذلك هذا كله لا زكاة فيه لأنه هو كله لله سبحانه وتعالى يعني سواء كان يتعلق بالأوقاف أو كان يتعلق مثل ما ذكر السائل بالتبرع أو كان يتعلق بعمل عام للمسلمين هذا أصلا هو لله هو كله صدق لوجه الله فلا يزكى عن ما هو أصلا زكى من حيث هو أو هو من حيث هو مال عام فلا زكاة فيه بارك الله فيك نعم أحصل لك أيضا سؤال الآخر صلاة التراويح يقول أن بعض الأئمة قد يسرع في القراءة فلا يستطيع أن يقرأ صوت الفاتحة هل في حالته يترك قراءة الفاتحة؟ بناء على من يقول وهو الجمهور جمهور العلماء يقول لابد من قراءة الفاتحة سواء مع الإمام أو قبل الإمام أو بعد الإمام المهم أنها تقرأ وهذا مذهب الجمهور فنقول في هذه الحالة عليك أن تقرأها ولو مع الإمام ولو أثناء الإمام أثناء قراءة الإمام ولو حتى قبل قراءة الإمام أو بعد أن ينتهي الإمام المسألة فيها سعة هذا راجع إلى قدرتك وقادر يعني وراجع إلى استيعابك للقراءة يعني وهناك من يقول بأنها لا تقرأ وأن قراءة الإمام قراءة من خلفه حتى الفاتحة على خلف بهذه المسألة فمن يقول بهذا القول القول الثاني فلا يقرأ الفاتحة مطلقا عندهم بهذا الرأي لكن الصحيح أنك تقرأ الفاتحة وتقرأها بصورة موجزة أو يعني بسرعة تحدر تحدر في القراءة ليس موجزة يعني تقسم الفاتحة لا تقرأها لكن بصورة سريعة سواء كان مع الإمام قبل الإمام أثناء الإمام طيب لو أنك قرأت والإمام ركع أو جئت والإمام راكع هنا تسقط عنك تسقط عنك وركعتك صحيحة وليس عليك شيء السؤال أخير قبل أن نختم الحلقة أيضا قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح هل يقرأها في كل ركعة أم يكتفي في الركعة الأولى؟ أحسنت بالنسبة للاستفتاح ودعاء قيام الليل لا يذكر إلا في أول ركعة فقط أما بقية الركعات لا يذكر لأنها صلاة واحدة ولأنه قد جاء بهذا حديث عند البيهق وهو صحيح فأشاهد أنها لا تذكر في كل ركعتين والله أعلم الشيخ محمد أحسن الله إليكم وشكر لك أن تفضلت في الإجابة عن أسئلة المشاهدين بارك الله فيكم جميعا والشكر لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام يمتدوا بعد شكر الله عز وجل أن كنتم معنا في هذه الحلقة مستمعين إلى إجابة الشيخ والذي باسمكم نشكر الشيخ محمد علي بن راجع على أن تفضل في الإجابة عن أسئلة المشاهدين إلى أن تقيكم في حلقة قادمة من برنامجكم فتاوى إذاكم الحين تذكروا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في أمان الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون موسيقى